نخش على السنغال يعني ربنا سمحهم طبعا السنغال والفاجعة الكبرى وهي إصابة ساديومانية منتخب السنغال أكيد مش ساديومانية بس ولكن غياب ساديومانية ممكن يأثر نفسيا وممكن يأثر زهنيا على منتخب السنغال بسبب حاجات كتيرة جدا هو الأيكونة بتاعتهم وهو كل حاجة عندهم وهو النجم الأوحى هو الاسم الأكبر في ناس تتصور انه السنغال دون ساديومانية هيبع عندها كارثة هو طبعا غيابه مؤسر جدا جدا بس هم عندهم تشكيلة رائعة جدا من اللعبين بص يا كريم انت بتتكلم في شيخو كويتي تتكلم في اسماعيل ساروات بتتكلم في ديتا بيلعب في فرنسا بتتكلم في مندي الحارس بتتكلم في مندي في نص الملعب ولكن يا كريم اللي أنا بكلمك عليه غياب ساديومانية ممكن يأثر حاجة بسيطة جدا فيه لما كن أنا فريق بلعب سنغال وفي ساديومانية في الملعب ده بيغار التاكتكس بتاعتي بيخلي الباك مايزيتش ويخلي العيب من نص الملعب يزيد وينيلوا الكلام ده كله مفيش ساديومانية ده بيرايح الفريق لقدة